دول أوروبية ثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا تستجيب للمناشدة الإيرانية وتمدها بالمساعدات الطبية عبر آلية أنيستيكس للمقايدة التجارية وتتحايل عبرها على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران في صفحة توتر جديدة بين واشنطن وطهران أعلنت الولايات المتحدة تجديد أربعة قيود على البرنامج النووي الإيراني لمدة ستين يوما إضافية حيث وصفت النشاط النووي الإيراني من بين أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين إلا أن السلطات الإيرانية انتقدت خطوة البيت الأبيض معتبرة العقوبات المفروضة عليها عقبة أمامها في معالجة مصابي فيروس كورونا والحد من انتشاره الوباء الذي يشتح العالم ويهدد مصير الإنسان يحتاج إلى التعاون والتضامن والدعاء ولم نشهد على مر التاريخ مثل هذا التوظيف الباشع لكارثة إنسانية من أجل الانتقام وبث الحقد والكراهية والاستغلال الانتخابي كما يفعله الرئيس الأمريكي الحالي وفريقه فيما ناشدت الصين ودول خليجية وأوروبية السلطات الأمريكية برفع العقوبات عن إيران للمساهمة في تصدي طهران لفيروس كورونا المستشري فيها قامت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بخطوة استثنائية وأرسلت المعدات الطبية عبر آلية يانستيكس لإيران خطوة يراها البعض بالإنسانية والبعض الآخر يصفها بالتمرد السياسي هذه الآلية أنشأها الأوروبيون وتعمل على طريقة المقايدة بحيث تسمح للسلطات الإيرانية بمواصلة بيع النفط وفي المقابل تستورد منتجات أخرى متجنبة استخدام الدولار ما يوصف بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ترجمة نانسي قنقر